سيد نور الدين خبابة قطار التغيير في العالم العربي الذي كان سلميا في بعض الدول كان عنيفا ومسلحا في دول أخرى البعض يرى بأنه مر على الجزائر وأجبر السلطات الجزائرية الرئيس الحالي عبدالعزيز متفليقة على إجراء إصلاح دستوري قد يؤدي إلى إحداث تغيير حقيقي في البنية السياسية للجزائر بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكرك أخي الكريم على هذه الدعوة كما أحيي كل الجزائريين والجزائريات بمناسبة ذكرى 11 ديسمبر 1960 وأترحم بالمناسبة على كل الأرواح التي سقطت في ظل ما يسمى بربيع العربي الذي أطلقت عليه منذ البداية بشهيلي العربي شهيلي هو عبارة عن رياح ساخنة مصحوبة بالغبار هذا شيء لي مصطلح جزائري بالدارجة مثل رياح الخمسين يعني تقصد مرات هو أنه تكون الشمس شبه محجوبة ولا يدري المواطن هو أنه هل ستسقط الأمطار أم تكون هناك رياح عاصفة تحرق الأرض حرقا فيما يتعلق بالربيع هل هذا هو توصيف ما جرى في العربي ما الذي يجري الآن في سوريا ما الذي الآن يجري في ليبيا ما الذي الآن يجري في مصر وهل يتحمل المواطن العربي الذي ثار على الأنظمة الدكتاتورية المستبدة أن ينحرف المسار السلمي الذي بدأ فيه ثوراته عن خطه ويتخذ شكلا عنفيا في مواجهة عنف فرضته عليه السلطات ألم يباشر نظام بشار الأسد بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين الذين بقوا سلميين لمدة ستة أشهر يتلقون الرصاص بصدور عارية وكذلك الحال في ليبيا واليمن وكثير من الدول العربية الأخرى شوف أخي الكريم أنا فيما يتعلق بالمطالب المشروعة انتهى الشعوب مطالب لا نقاش فيها هناك اضطهات هناك ظلم هناك تعدي هناك رشوة هناك فساد هناك محسوبية هناك استبداد وهذه هي أم المشاكل هو الاستبداد هو الطغيان هذا الأمر مفروغ منه المطالب المشروعة انتهى شعوب مفروغ منها هذا أمر ولكن الناس اللي تغير تغير ماذا؟ تغير النظام تغير الأشخاص تغير المفاهيم تغير العقليات ماذا تغير؟ إسقاط النظام ليس كتغيره إسقاط النظام ليس كتغيره أنت لما تريد أن تسقط شخص مثلا تغتال الآن أغتيلها أو أعدم القذافي هل حصل التغيير في ليبيا؟ وهل كنت تعتقد في يوم من الأيام أن التغيير سيحصل بين يوم وليلة؟ هل لم تأخذ الثورة الفرنسية أكثر من 70 عام حتى استقرت على نظام سياسي كما كان الثوار الفرنسيون عام 1789 يريدونه؟ وهل تريد هو أن نستمر 70 سنة في الاقتتال وفي الحروب؟ ما البديل إذن؟ هل كان من الممكن برأيك أن يكون قطار التهنية سلميا ويبقى سلميا ويحدث النتيجة التي أرادها المتباهرون؟ لا هو قد يكون قد يكون مصحوب بدفع بعض الثمانة ولكن ليس بشكل هذا لأنه ليس أنك تنتفظ في الشارع وتريد أن تغير النظام لأنه لما تخذ الوضع أنت في فرنسا في 1800 وكذا ليس هو الوضع الذي نعيشه الآن في الجزائر الجزائر مثلا الحديث حول الجزائر الجزائر مرت بفتنة حيث هو أنه قتل أكثر من 250 ألف قتيل أكثر من 20 ألف مختطف والمواطن الجزائري نفسيا ليس مستعدا هو أنه يذهب مع أي كان هناك معارضة مصطنعة لا علاقة لهم بالتغيير هناك من كانوا متخندقين مع النظام كانوا يعليفون هل أنت تدافع الآن عن النظام الجزائري وتبرئه من سنوات التسعينات أبدا ومن كل دماء الجزائريين التي سقطت في تلك الفترة النظام طرف في الأزمة والنظام متورط إلى أخمص قدميه في الأزمة ولكن المعارضة ليست بريعة